استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال هذا اللقاء أكد الفريق أسامة ربيع أن الموقع الجغرافي المتميز لقناة السويس يمنح المنطقة الاقتصادية فرصا واعدة لتصبح منصة تنموية مستقبلية تستهدف تحقيق الاستفادة المثلى من حجم البضائع الضخم المار عبر قناة السويس من خلال بنية متكاملة تضم ستة موانئ فضلا عن مناطق صناعية ولوجستية قائمة على الصناعات التكملية وخدمات القيمة المضافة من جانبه قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن تشغيل خدمات تموين السفن خلال شهر إبريل سيحقق نقلة نوعية في الخدمات اللوجستية المقدمة من خلال المنطقة الاقتصادية هو ما سينعكسه بصورة كبيرة على دعم السياسات التسويقية لقناة السويس بصورة عامة